وليس بأن طعمت وأن شربت لأنه يعتبر من تمام الصلاة ولما كان سجودا زائدا ألحقوا به ما يشبهه كسجود التلاوة وسجود الشكر يعني في هذا الموضع من العبادات في كتب الفقه وسجود السهو هو سجدتان يسجدهما المصلي في آخر صلاته لجبر الخلل والنقص فيهما وسجود السهو لا يكون إلا إذا فعل المصلي أو ترك شيئا من أمور الصلاة ساهيا أو ناسيا أما إذا فعل ذلك متعمدا فلا سجود للسهو فإما أن تبطل الصلاة كما لو ترك ركلا أو واجبا عمدا أو لا يجب سجود السهو لترك السنة لترك مستحب عمدا بخلاف لو ترك مستحبا سهوا فله أن يسجد للسهو وأسباب سجود السهو ثلاثة وهي الزيادة في الصلاة ثانيا النقص منها ثالثا الشك في الزيادة والنقصان وبدأنا بأحوال الزيادة في الصلاة وهي أن يعلم المصلي بهذه الزيادة في أثناء الصلاة كما لو قام إلى خامسة وتذكر أثناء الزيادة أنها الخامسة وجب عليه الرجوع عنها فورا إذن أن يعلم المصلي بهذه الزيادة في أثناء الزيادة كما لو قام إلى خامسة وتذكر أثناءها أنها الخامسة وجب عليه الرجوع فورا فيجلس للتشهد ويسلم ثم يسجد لسه بعد السلام لأنها زيادة وسيأتي الدليل ثانيا إذا تذكر أنه زاد في صلاته بعد فراغه من الزيادة فهو لا زال في الصلاة لكن تذكر أنه زاد بعد فراغه من الزيادة فيكمل صلاته ويسجد لسه بعد التسليم ثالثا أن يتذكر الزيادة بعد فراغه من الصلاة كما لو صل الظهر خمسا ولم يعلم إلا بعد ما سلم من الصلاة لم يتذكر أو ذكر لم يتذكر لا بعد الصلاة أو أخبروا بعد الصلاة فإن كان الزمن قريبا سجد للسهوي وإن تذكر بعد زمن طويل فلا شيء عليه وصلاته صحيحة طيب الآن ما هي الأدلة على أن الزيادة في الصلاة توجب سجود السهو وأنه يكون بعد السلام الجواب روى البخاري ومسلم عن عبد الله مسعود قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا طبعا الصحابة وراءه لما يغير شيئا عن العادة عندهم احتمال أن يكون هناك وحي جديد نزل فلذلك ما ما سبحوا أثناء الصلاة قالوا لأنه عندهم احتمال يمكن يكون صار شيء زيد فيها وحي صلى الظهر خمسا بعد السلام بعد الصلاة فقيل سؤل عليه الصلاة والسلام أزيد في الصلاة قال وماذاك قالوا صليت خمسا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم إذن بعد السلام من الصلاة بعد ما صلى خمسا سألوه أزيد في الصلاة قال وماذاك قالوا صليت خمسا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد السجدتين ثم سلم طيب انتهينا الآن من موضوع الزيادة في الصلاة سواء زاد سجدة ثالثة ركوعا ثانيا ركعة كاملة ونحو ذلك طيب عندنا ثلاث حالات كما قلنا للخطأ في الصلاة إما زيادة وإما نقصان وإما شك فانتهينا من الزيادة وأحوال الزيادة سنأتي الآن إلى النقص وأحوال النقص ومتى يسجد للسهو في النقص قال المصنف رحمه الله تعالى أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو وهذا هو السبب الثاني لوجوب سجود السهو وهو النقص من الصلاة ومقصود المصنف بقوله من المذكورات أي من الأركان التي ذكرها قبل ذلك في قوله إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا وهذه أحوال الصلاة الأربعة طيب إذا نقص المصلي ركنا من صلاته سهوا أنه قد ينقص ركنا قد ينقص واجبا قد ينقص سنة يعني مستحبا نبدأ الآن بموضوع إذا نقص ركنا ما هي الحالات إن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية إلى موضع النقص وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده إذن النقص الآن يتذكر النقص أثناء الصلاة واحد نقص أثناء الصلاة ولازال في الصلاة نقص شيئا من الأركان في الصلاة ولازال في الصلاة فنقول له يعني هو يسأل نفسه أين هو الآن؟ فإن كان وصل إلى موضع النقص من الرقع الثانية جعل الثانية هي الأولى وأكمل الصلاة طيب إذا ما وصل إلى موضعه من الرقع الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركل المتروك فيأتي به وبما بعده وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو والسنة أن يسجد والسنة الآن أن يسجد متى؟ بعد السلام لوجود زيادة مثال شخص نسي السجدة الثانية من الرقع الأولى وقام متى تذكر وهو جالس بين السجدتين في الرقع الثانية؟ تذكر أن الأولى ما سجد له السجدة الثانية ماذا يفعل؟ تلغى الرقع الأولى وتقوم الثانية مقامها ويعتبرها هي الأولى فيجب السجد الآن السجدة الثانية ويعتبر هذه الرقعة هي الأولى ويقوم للركعة الثانية يكمل صلاته متى يسجد السهو؟ بعد التسليم لأنه عنده زيادة يعني عنده زيادة ركعة إلا والنقص استدركه بقراص مثال آخر شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها يعني ماذا فعل هذا؟ في الرقع الأولى سجد سجدة واحدة وقام سجد سجدة واحدة وقام ماذا فاته؟ أجيبه أجيبه ماذا فاته؟ فاته الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية طب الآن قام فتذكر هل وصل إلى موضع النقص؟ لا لأنه لا زال قائما الآن في أول ركعة الثانية ما وصل إلى موضع النقص حتى يلغي ويعتبر طيب ماذا يفعل؟ ينزل مباشرة ويأتي بالناقص من الركعة السابقة فيجلس أنه عنده جلوس بين السجدتين ما أتى به ويسجد السجدة الثانية ثم يكمل صلاته يجيب الركعة الثانية وهكذا متى يسجد لسهو؟ بعد التسليم لأنه عنده زيادة هنا في الحالة هذه ما هي الزيادة؟ القيام الذي قامه ثم رجع منه مثال ثالث إذا ترك الركوع من الركعة الأولى ترك الركوع من الركعة الأولى معنى هذا إنسان بعد ما انتهى من القراءة في القيام سجد مباشرة سجد السجدة الأولى والجلوس والسجدة الثانية وقام وهو يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية تذكر أنه ما ركع في الركعة التي قبلها هل وصل إلى موضع الركن الناقص وهو في الركعة الثانية وصل إلى موضع الركن الناقص من الأولى؟ الجواب لا لأنه قام الآن في القيام على القاعدة يرجع إلى مكان النقص في الركعة الأولى فيأتي به ويكمل الصلاة طيب بدأ بالفاتحة في الركعة الثانية نقول ولو ترك ركنا لا بد أن يرجع إليه ما فائدة أن يكمل الفاتحة؟ سيقطع الفاتحة وماذا سيفعل؟ سيركع ويتم الركعة الأولى بما بعد الركوع لا بد من الترتيب لا يقول أنا سجدت السجدتين نقول وأين الترتيب؟ فلا بد ترجع إلى الركعة الناقص وتأتي به وتكمل ما بعده ثم تقوم إلى الركعة الثانية طيب متى يسجد لسه بعد التسليم؟ لأنه النقص استدركه وبقي عنده هذه الزيادة الملغية طيب فإن تذكر وهو راكع من الركعة الثانية أنه ما راكع في الأولى على حسب ما سبق ماذا قلنا؟ ما يرجع الآن تلغى الأولى ونعتبر الثانية هذه هي الأولى والآن هو راكع الآن هو في الركن الذي أنقصه في الركعة السابقة فستلغى السابقة ويعتبر هذه هي الأولى وهو الآن في ركوعها فهذا مقام الناقص الآن سيلغي الأولى وتعتبر الثانية هي الأولى وهو الآن في الركوع الناقص وهو الآن قد أتى به فيكمل صلاته يعني يكمل للركوع ويرفع ويسجد وهكذا ويسجد لسه بعد التسليم طب ليش ما أمرنا بالرجوع الآن هو في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر وركع في الركعة الثانية فتذكر وهو في ركوع الركعة الثانية أنه ما ركع في الركعة الأولى نقول إيش فائدة الرجوع ليس له فائدة ولو قلت له ارجع فسيرجعي نفس المحل وهو الآن فيه فتكون الركعة الثانية هي الأولى وما سبق يلغى لكن إيش ما سبق هذا في تفصيل ما هو التفصيل أنه في هذه الحالة سيكون عنده ركعة ملفقة من الأولى والثانية ملفقة من الأولى والثانية هذا بالنسبة لحالة من حالات النقص كيف يستدرك مثال أيضا واحد في الركعة الثانية قرأ وركع ورفع وسجل السجدة الأولى وهو في السجدة الأولى من الركعة الثانية رفع قعدة فتذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة ما في فائدة نقول له ارجع إلى الركعة الأولى لأنه لو رجع فسيرجع إلى نفس المكان الذي فيه الآن الذي هو فيه الآن فماذا سيفعل سيعتبر أن ما هو فيه الآن هو الركعة الأولى ويكمل الصلاة يسجد للثانية وخلاص الآن عنده جلسة بين السجدتين يتمها الجلسة هذه بذكرها رب اغفر لي يسجد السجدة الثانية ويقوم للركعة الثانية إذن من ترك ركنا يلزمه أن يرجع إليه ويأتي به وبجميع الأركان التي بعده لانضباط صفة الصلاة وترتيبها طيب ما هو الدليل يدل على ذلك حديث ذي اليدين السابق لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ركعتين فإنه لم يكتفي بسجود السهو بل رجع إلى الصلاة وأتى بما تركه منها ثم سجد للسهو طيب إذن ذكرنا في موضوع النقص إذا تذكر أثناء الصلاة النقص ماذا يفعل طيب إذا تذكر أنه نسي ركنا من الصلاة بعد أن سلم منها فإن كان تذكره بعد زمن يسير يعني مثلا بمجرد السلام تذكر وجارس يسبح تذكر فإن كان الركل المتروك من الركع الأخيرة رجع إليه وأتى به وبما بعده ثم سجد للسهو بعد السلام طبعا لوجود زيادة وإن كان من ركعة غير الأخيرة رجع إلى الصلاة وأتى بركعة كاملة ثم يسجد للسهو بعد التسليم فإن كان المتروك ركنا من الأولى صارت الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية والرابعة هي الثالثة لو كان في العصر أو الظهر أو العشاء مثلا وبقي واحدة إذن لو واحد أنقص ركنا من الركعة الأخيرة وسلم كمل الصلاة وسلم وتذكر يعود إليه ويعتبر نفسه الآن في الركعة الأخيرة ويتمه وما بعده ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ويسلم مرة أخرى طيب وإذا تذكر بعد الصلاة أنه أنقص ركنا من الركعة الأولى أو من الثانية أو من الثالثة يعني ليس من الركعة الأخيرة ماذا يفعل؟ خلص يعتبر الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية والرابعة هي الثالثة وهكذا فعلى حسب الآن النقص سيأتي بركعة كاملة إذا كان الركعة التي نقص منها الأولى أو الثانية أو الثالثة في مثل الصلاة الربعية فسيأتي الآن بركعة وتصح صلاته يسد السهو وتصح صلاته طيب الآن سأتي إلى بعض التفاصيل في موضوع النقص سأتي إلى بعض التفاصيل في موضوع النقص وموضوع الشك لكن بعد فاصل قصير إن شاء الله وصية الله لعباده قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما إنهما الوالدان قال تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَالْبِرُّ بِالْوَالِدَيْنِ يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَى الْوَلَدِ الْوَلَدِ الْبَارِّ بِثَمَرَاتٍ وَفَوَائِدٍ منها تحصيل مرضات الله تعالى إطالة العمر وزيادة الرزق اكتساب بر الأبناء في المستقبل فالجزاء من جنس العمل تكفير الذنوب والخطايا فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا قال هل لك من خالة؟ قال نعم قال فبرها وللبر بالوالدين صور وأشكال منهما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان إليه واستئذانهما عند السفر وإظهار التقدير والاحترام لهما وتقبيل أيديهما ورأسيهما والسعي في إرضائهما وتحمل المشاق في سبيل ذلك ومنهما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الحمد لله حياكم الله مرة أخرى أيها الأخوة عرفنا ملخص ما تقدم إذا واحد أنقص ركنن لابد أن يرجع يأتي به ويبنب بعده انتهينا طيب لو واحد تذكر بعد الصلاة بمدة أنه أنقص ركنن يعني بعد ما سلم وقام وتكلم وطلع من المسجد وراح البيت مثلا ماذا سيفعل الاستدراك الآن بعد كل هذا الفاصل الطويل لا يمكن إذن سيعيد الصلاة كلها عند جمهور أهل العلم عند جمهور أهل العلم هذا ما يتعلق بترك ركن طيب ماذا سيفعل لو ترك واجبا يعني لم المتروك ليس ركنن لكنه واجب يعني ترك سبحان ربي العظيم في الركوع ترك سبحان ربي الأعلى في السجود ترك تكبير من تكبيرات الانتقال ترك قول سمع الله لمن حمده ترك التشاهد الأول لأن تشاهد الأول ركن لأن تشاهد الأول واجب ترك التشاهد الأول تشاهد الأول واجب فمن أنقص واجبا من الواجبات ماذا يفعل قال المصنف رحمه الله أو ترك واجبا من واجباتها سهوى معناها أنه سيشد السهو طيب سبق معنا أن واجبات الصلاة تشاهد الأول والجلوس له وتكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمد الإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد وقول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة وسبحان ربي العلى في السجود مرة ورب اغفر لي مرة واحدة بين السجدتين هذه هي الواجبات في مذهب الإمام أحمد طيب إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته طيب وإن كان ناسيا إذا ذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم أكمل صلاة وسجد للسهو بعد التسليم وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط الواجب فلا يرجع إليه ويستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم لأن الآن في نقص في نقص حصل طيب من يعني أكثر صور هذه المسألة وقوعا ترك التشاهد الأول ناسيا نأتي ونطبق عليه الحالات الثلاث الحالة الأولى أن يتذكر أنه نسي التشاهد الأول قبل أن ينهض يعني واحد سجد السجدة الثانية في الركعة الثانية ماذا يجب عليه أن يجلس التشاهد فهذا نسي أن يجلس التشاهد لكن تذكر قبل أن ينهض فنسيان تذكر سريع نسي تشاهد الأول لكن ما لبث أن تذكر قبل أن ينهض فيستقر جالسا ويتشاهد ويكمل صلاته ولا شيء عليه لأنه في الحقيقة تقريبا يعني ما زاد ولا نقص يعني يريد أن يقوم إلى الركعة الثالثة يريد للسماق فتذكر فالنسيان تذكر يعني سريع وربع يعني يجلس التشاهد يكمل صلاته ولا شيء عليه طيب ما معنى كلمة قبل أن ينهض وما هو حد النهوض لأن هذه المسألة في كلام الفقه ستترتب عليها أحكام لأنه إذا نهض له حكم وإذا ما نهض له حكم طيب وإذا بدأ بالفاتحة لما يقوم لها حكم وإذا ما بدأ بالفاتحة أو ما بدأ بالركن الذي بعده له حكم حد النهوض عندهم أن تفارق فخذاه ساقيه الآن هو جارس الفخذين ملتصق بالساقين والساقين ملتصق بالفخذين الواحد إذا نهض تنفك تنفك ساقاه عن فخذيه وتنفك فخذاه عن ساقيه إذا نهض فقالوا حد النهوض أن تفارق فخذاه ساقيه وبعض قال أن تفارق ركبتاه الأرض فإذا كانت الركبتان لا تزالان على الأرض ممستين للأرض يعني هذا استجمع مثلاً اعتمد على يديه وحنى ظهره وأراد الرفع فتذك ولا تزال الركبتان على الأرض نعتبره ما نهض نعتبره تذكر قبل أن ينهض لا تزال الركبتان على الأرض أو ما فارقت الفخذان الساقين متقاربة ما حكمه يجس التشاهد يكمل الصلاة الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن ينهض فارقت ركبتاه الأرض أو انفكت ساقاه عن فخذيه فبدأ بالنهوض شرع بالنهوض لكن قبل أن يستتم مقائماً تذكر أنه ما قرأ التشاهد الأول مدام ما استتم ما استتم يرجع يرجع فيجلس ويتشهد ويكمل صلاته ويسجد للسهول لأنه الآن فيه نهوض حصل فيه يعني نهوض حصل وهذه نوع من الزيادة فإذن فيه الآن فيه سلود سهول الثالثة الحالة الثالثة أن يتذكر بعد ما يستتم قائماً أنه ما تشهد التشاهد الأول بعد ما استتم قائماً واعتدل وقف خراص ما هو الحكم يسقط عنه التشاهد الأول فلا يرجع إليه ويكمل صلاته ويسجد السهول قبل أن يسلم لأن النقص موجود الآن والقاعدة الزيادة سجوده بعد السلام ويسلم مرة أخرى النقص سجوده قبل السلام دليل هذه المسألة ما روى البخاري عن عبد الله ابن بحينة أن نبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهرة فقام في الركعتين الأولئين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم وعن مغير من الشعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد السجدتين السهو رواه بن ماجه ماذا بالإمام أحمد أن سائر الواجبات كلها حكم التشاهد الأول فإذا نسي تسبيحة الركوع تسبيحة السجود من تكبيرات الانتقال نسيها خرص فإنه إذا فارق موضعها وانتقل إلى التي بعدها يسد السهو أيها الأخوة الأخوات أسأل الله عز وجل أن يرى